أنا متزوجة وأرغب برجلين آخر، شفتو عجبني ومدي تنفكر فيه وتندخيلو، ولا هو البطل ديال الأحلام ديالي، ولا هو بطل الاستهامات ديالي؟ ما هم الاستهامات؟ الاستهامات هم تخيلات الجنسية، هم الفونتازم ديالي، واحد لد غريبة غامضة وعارفة بأنها لد محرمة، ولكن يخفقونها قلبي، وترفعشون لها أناملي، أشغن ديره والأداء هو أنها كلما كانت محرمة، كلما كانت ممنوعة، وصعيبة، وبالخطفة كلما ازدادت لدتاً، كلما ازدادت بنتاً وإتارتاً ويها فالفنانة الشريفة والعافيفة سناء عكرود خرجت عبر قناتها على اليوتيوب وقطع طرف بللي أنها سيدة متزوجة، وشفت واحد واعجبها، وغادي ولي هو البطل ديالأحلام انتاع الأستاذة وغادي ولي هو اللي كتخيله فوق السرير، بالرغم أن رجلها كين معها في البيت أو فوق السرير وكذلك في الفنانة الشريفة والتي تتخيله معها في العلاقات الجنسية، بمعنى والتي تمرس معها في الخيال أو بصريح العبارة والتي كتشهاه، وقالت لكم لأنها حسات بواحد المتعة رائعة جداً وقبل ما نجاوبوا هات الصوبصة هاد المشردعة، غادي انتوجود الزوج ديالها مع العلم أنه ما عندي حتى شي فكرة على واش هي مزوجة أو مطلقة أو كتخطف البلايس ففي حالة بقى مزوجة، مع العلم أن هاد النوع مستحيل يبقى مزوجين لأنها بكل صراحة هذي كتبغي المتعة، وما كتمانعش، وما كتكرهش أنها تمارس حتى مع ثلاثة ديال الأشخاص في ليلة واحدة وغا نمشي ونوجهو الكلام لهذا الزوج ديال السنة المفترض على واش انت دي يو تي أو واكل صفايح حتى الحمار أو مدغجاك هاد الكريك انت عالطان الموبيلات، وهادو مجرد أسئلة وفي حالة كنت ضعيف والسيدة طيبة بلا قياس، فمن الأفضل أنك تسافتها تمشي في حالها وبلما غادي بقى تعدبها، فهاد الفنانة الشريفة عندها تلتمية وتمانين واط وأنت بالكاد، كتجيب دك سبعين وثمانين واط، فأعتقد أنه من الأفضل أنك تطلق سراحها وهذا الشي في حالة إلي كنت راجل، يعني عندك الكلمة وعندك الشخصية والكاريزما وأنت الذي تحكم داخل منزلك، وأما في حالة هيلك تحكم وهي التي تخرج وتدخل ما تتشاء، وتتقهوى مع من تشاء، فهنا ربما تكون شي حاجة ماشية هذيك وخاصك تراجع الأوراق، وسيدير واحد لديين على دوك جوج الوليدات وباش نجمعوا الكلام، سير أوليدي تعلم الرجلة في مصانع الرجال وده بغى نمشي والسيدة سناء الشريفة، فممكن أنك تعاني بحكم أنك فيك الأناكوندا والهورمونات عندك طالعين، ودهك المزومح ما كيوفيش بالغرض، فكان ممكن أنك تنهيو الأمر ودياً وتمشي تضبري على رأسك، ولكن هاتشي كامل خاصة يكون في الكتمان وفي سرية، لأن مثل هاد المواضيع ما كيتقالوش بالمباشر، ففي الأخير عندك متابعين، وكينين أطفال، وكينين بنات، وهنا غيكون تأتير سلبي عليهم كما أنك أيتها الأستاذة، فانهار قبلت ذاك الدور المخجل مع ذاك المصري، وكيفاش سمحت لك الكرامة نتاعك والظاهر للعين أنك عذيمة المبادئ، فانتي ممكن من جبدوش الفلوس فقط من أجل إرضاءه الرغبات الجنسية المشتعلة جداً، ممكن أنك يدير ذاك الدور، وكنضن أنكم إلا أحتوى ارتسامات أنت على الوجه، ودوك الابتسامة، اللي كتبين على أن سناء عكرود فنانة ضائعة، والشالفة ما حسبها غير الله بدليل الفيديو، السيدة قتلك ترتعش أناملها، علاش؟ فقط منك تخيل ذاك الشخص الغريب منك تمارس معه المتعة، واللدة، هاتش غير في الخيال وأما في حالة كان ذاك شي فعلي، في حالة أنه ماشي فعلي، والعلم لله فذيك الساعة ما غاديش تبقى تضحك فقط من وجهها، فغادي تولي تضحك حتى مدنيها غير هو يا الأستاذة سناء، كان عندك حديدك السنينات اللي ماشي طبيعيين، وورينا سنيناتك الحقيقيين ومكملة زيدة نافخة دوك الشنيف، وحتى أنت دير البوتوكس، أحن أنت شرفتي وتهرقمتي وحتى ذاك الروجل ما بين قوسين، كان أعتقد أنه حتى هو كان ضايع، لا زين لا قامة، لا مجيب كري، والهرمونات عندك طالعين وليني هذه مشكلة، وما يحز في النفس أنها مليت كلمات، وقلت لهم حرفيا بل ما تقولوا لهاش بل أن هذا الوقت غير مناسب مع الحرب تغزة، والمجازة التي ترتكب في المواطنين الفلسطينيين يوميا وكذا غلاء الأسعار، وما يعانيه المواطنين المقهورين والمطحونين، ما تقولوا لهاش بل أن الوقت غير مناسب لطرح هذا الموضوع الجميل، والرائع والبنين على مواقع التواصل الاجتماعي وهنا غنلاحظوا الحجم، هذه السفالة، والنادالة، انتع هات سناء عكروت، هات سوبيسة، وغنبشيوا للنيابة العامة، وفين كي سعادت الوكيل العام؟ هناك تحريض مباشر على الفساد، والسيدة مؤترة، وعندها جمهور، وفي وقت غير مناسب لا يراعي مشاعر المغاربة، واللي مكوين على جهتين هالحرب الفلسطينية من جه، وما يعانيه داخل هذا الوطن السعيد، غلاء الأسعار، لوليدات ماكي قراوش، وسناء الكريك خرجك التكلم على أنها متزوجة، وتعشق رجلا آخر، وتحس بالمتعة، وكتشها في الليل، وكتدير دكشي معها في النموسية، في الخيال، إلى غير ذلك من النذالة والسفالة أنا متزوجة وأرغب في رجل آخر، شفتو؟ وعجبني، واللي كانت شهه، واللي الفونتازم ديالي، وبديت نفكر فيه، وكانت خيلو فبالله عليكم، فواش كين ما أندل وأحقر من هاد النوع، أو من هاد الصنف، اللي حشرنا معهم الله، هذا التلن تع المفلسين، واللي فوق ما، ما بقوش كيدوها فيهم في وسائل التواصل الاجتماعي، تيخرجوا، خاصهم يديروا شي كاريتا، وغالبا ما كيتكلموا غير على الجنس، باش غير يخلقوا ضجة، ويبدأوا الناس يتكلموا عليهم إرضاء الذوق العقد اللي كي يعانيوا منها منذ صغرهم، وكتعرفوا الفنانة سناء عكرود، وإلا مشيتوا شو الصور اللي كتنشر على الأستغرام، أو من خلال مواقع التواصل الجماعي، فدائما ما كتعتمد على الإطارة، لكونها كتشوف رأسها ربما مزوينش، وهي بالفعل لا زين خلقي ولا أخلاقي، وفي بعض الأحيان كتعتمد على إبراز بعض المناطق من أجل أنها تفتن المتابعين، وكتحاول ما أمكن أنها تلعب على شهوة المتابع، باش يكثروا عند هالمتابعين، فطارة كتولينا ذا كلوتوروت اللي عندها في الصدر، وطارة كتورينا طريق بغداد، يمسخك مسخن مسخن حد ما مشي الكلب بالحفاق، إذا لم تتوبي، وفي حالة أنه درتي هاد الفضيحة من أجل أنك تخطفي بلايس، مع ناس كبار، ومعراء، شيوخ، كبعض الفنانات معروفات، أو مصممات أزياء، وبغي تتمشي مع هاد الكوكبة، فليس خليك في هالطريق، وما لك على هاد الفضيحة، وانتي عندك جوليدات، وما فكرت يشاف دوك الأولاد، كيفاش الناس غايبقوا ويشوفوا فيهم، وأمهم التي أنجبتهم، كتطرف، لأنها متزوجة وتعشق رجلا آخر، بمجرد أنه شافتوا، شافتها، السيدة تغرمت به، واللاسك يطلع لها في المخيلات انتحها، فالله يهديك، مع العلم أنه في الحديد الشريف دي النبي صلى الله عليه وسلم، كل أمتي معافى، إلا المجاهر بالمعصية، كتف تاخري بالمعصية، مع العلم أن الله تعالى سترك، وانتي خارجك كتف الحراس كعلى رؤوس الخلائق، على أساس أن الله كن بغي يفضحك، كن فضحك، والسلام عليكم